تخبروني بشار الفيزانين نسبالي ليه كيف استعملتي خلصت علبة كاملة غصبن عن امه بدى يكون نسبالي اسمه صبايا اسمه شباب بكل صراحة اذا هذا الفيديو بنالي اعجابكم وحصل على نسب مشاهدة عالية جدا كل المنتجات اللي راح تكلم عنها داخل الفيديو هاد راح تنتشر بكل الدول العربية هاه بالاردن بمصر السعودية فلسطين لبنان اه الدول الامارات كلها طبعا الكويت هنبعد ايضا وين مصر تونس جزائر مغرب ليبيا كل الدول العربية راح ينتشر فيها هاي المنتجات هتحصل على شعر ناعم مثل الكوريين شعر بكثافة مثل الكوريين شعر بيلا معان كلش حلو طبيعي مثل الكوريين سواء كنتي او كنت تمتلكون بشرة دهنية شعر دهني او شعر ناشف حلقة اليوم لازم تنتشر على موت كل هالمنتجات تلاقوها عندكم بالاسوق باسعار كلش رخيصة جازل نبدأ لنذهب مرحبا جدا بحلقة جديدة ومبينة من العنوان دمار شامل لانه الكل بانتظار يعرفوا السر وراء النعومة لمعان كثافة شعر الكوريين تحديدا الايدولز اكيد كلكم متحمسين كلكم بانتظار التفاصيل بانتظار شو بيستعملوا شو بيستخدموا طب ليش شعرهم كثير ناعم ليش عندهم كثافة كثير حلوة طب ليش في عندهم لمعان حلو طب اوكي ممكن اليوم اختصر عليكم اعطيكم مجموعة اسرار بسيطة كيف تعتنوا بشعركم على موض يصير تقريبا سبعين او ثمانين بالمية مثل الكوريين هسا اوكي مش رح اعرض منتج منتج رح اصدمكم بكل المنتجات مرة واحدة ثم سوف اشرح عن منتج منتج اوكي؟ بس قبل ما انسى تشتركوا بالقناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس وايضا تنشر الفيديو على موض الكل يعرف ما سر وراء نومة شعر الكوريين جاهزين؟ اول سر معنا الارز هنا الارز وهنا ماء الارز ثاني سر معنا هناك منتج اسمه جيسوب هذا المنتج جدا رائع اللي عايشين بكوريا بيعرفوا هذا المنتج نامبر وان بكوريا لمعان كثافة بريق ونعومة مش طبيعية بيعطي له هذا سر الايدولز هذا احدى اسرار الايدولز شامبو وبلسم اللي انا بنصحكم فيه واللي بيستخدموه تقريبا ثمانين او تسعين بالمية من الايدولز الكوريين هو سايوس شامبو وبلسم اما بالنسبة كمان لنزيد من كثافة الشعر ولمعانه بطريقة كثير حلوة ايضا رح نستخدم الفيزلين اي نوع بصير اي نوع اي نوع عادي فيه يعني تقريبا اكثر من عشر او عشرين نوع فيزلين بس انا اللي بفضل اني استعمله فيتامين اي كثير ممتاز اوكي نبدأ نشرح منتج منتج وغرض غرض انا باعرف بانه يمكن البعض منكم زي انا شعري دهني عندي بشرة دهنية بدي اعطيكم نصيحة قبل ما ابدأ بشرح المنتجات كلها اذا انتم عندكم بشرة دهنية فاتوقع بتعانوا من شي اسمه صداع حاد لانه شعر الطويل بيعمل صداع لانه بصير في عندكم دهن كثير كبير بشعركم يوميا تستعملوا شامبو يوميا شامبو هذا الشي غلط مش صح اوكي ما الطريقة الصحيحة اللي نتخلص فيها من الدهون وخلال اسبوع واحد مرة او مرتين نستعمل الشامبو بس طبعا ماء الارز ممتاز جدا بتخلص من كل الدهون راح اتكلم عنده هسا كيف تحصلوا على الماء الارز هاد الارز والماء كثير ممتاز راح اعطيكم هسا بالفيديو راح اشرح لكم كيف تحصلوا على هذا الشيء من داخل منزلكم يعني مش هتشتروه اوكي صبايا اوكي شباب هسا كل المطلوب منكم شغلتين اتجهزوا ارز وكوب ماء يعني جلاس ووتر طبعا بداخل الكوب منحط ثلاث معالق ارز انا حطيت ارز ابيض مثل ما بدكم ارز ابيض ارز اسمر اللي بدكم اياه ثلاث معالق كبيرة زي ما انتو شايفين هاي الثلاث معالق داخل الجلاس الووتر معالق كبيرة وهسا طبعا منضيف المي على الارز شايفين كيف صار لون المي اتحولت من لون شفافي الى تقريبا بياض يعني بلش يعطي لون بياض شوي وهسا منبدأ نحرك الارز على موضي يصير لون المي ابيض مثل ما انتو شايفين بالضبط مثل ما انا عم بساوي وهسا منترك الارز مع الماء الى ثاني يوم تقريبا يعني لمدة 24 ساعة لعبين ماء الماء تاخد الفوائد كلها الموجودة بالارز وهيك بصير في عنا ماء ارز بتحتوي على بروتين جدا مفيد الى الشعر وهيك بتكون جهزة لاستعمالها الفوري وانا شخصيا بستعملها يومي بحطها داخل هذا الانبوب وبرش على شعري تقريبا باليوم من خمسة الى ست مرات وبترك هاي الماء مع الارز تنشف بشعري لوحدها وبتمطص كل الدهون المتواجدة داخل الشعر هذا احلى شيء وما بيعطي ريح نهائيا وبيعطي لمعان جدا روعة لازم صبايا شباب تستخدموا هاي الطريقة لانا عن جد اسهل طريقة للحصول على شعر لامع كثافة وايضا قوة جدا مذهلة بس بمكونين ارز وماء المهم هسا ننتقل الى منتج جيسوب منتجات جيسوب بصراحة من الوع المنتجات اللي انا جربتهم بشعري يعني فورا بنفس اللحظة طريقة الاستعمال بعد الحمام بعد الشاور بعد الاستحمام وهو الشعر رطب فورا بنحط من هذا المنتج باوعوا انتوا لازاجة بدي اورجيكم كيف بكون بالضبط شاهدوا ريحته ها هو لا اروع اوكي بعد ما استعملنا الكريم هاد هاد طبعا الكريم بعد الحمام فورا بامكانكم استشور الشعر بيعطي اللعومة والامعان وكثافة مش طبعية بامكانكم تعملوا كيرلي بيعطي الامعان وكثافة كتير حلوة كتير ممتاز هاد المنتج وممتاز ايضا لاصحاب اصحاب بشرة دهنية لانه هاد المنتج بيعطي الامعان بيعطي كثافة بتحسوا انه الشعر الدهني لكنه مش دهني كيف ما حدا يسألني بعدين حلو انه ما بيشبك فورا وقت الاستعمال بحس شعركم بنفس اللحظة صار حرير طبعا ايضا في هذا من نفس الجاسوب المنتج هذا لكل انواع الشعر دهني جاف مجعد ما بيكون امه منتاز حتى انتم باوعوا لونه انظروا لونه كثير غريب جاي على لون سكني شايفين؟ روعة جدا بس هاد ما بيستعمل للسشوار اه ريحتو تخبل على فكرة ماش معقول يعطي هيك المعان حلو ناتش اللي كنت شعركم طبيعي هادول المنتجات جايسوا بروعة كثير 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 شامبوهات كثير حصلت على انواع شامبوهات جربتها اشي نشف شعري اشي حسيت شعري بلش تساقط اشي حسيت شعري تشابك ببعضه اشي حسيت شعري ما ارتاح لهذا الشامبو نهائيا فلاقيت من سايوس اوكي شامبو بالكرياتين انت بتعرفوا اش يعني كرياتين يعني هذا مغذي نمبر ون للشعر الشعر ليش بكون ناعم لانه اكو نسبة كرياتين عالي كرياتين هو بروتين للشعر مغذي للشعر تخيلوا شامبو بالكرياتين وهم بعد البلسم من سايوس اروع منتج هو هذا منتج سايوس انا بالنسبة لي شخصيا عم بقولكم انا طبيعة شعري زمان طبعا مش هسه كان بيه تعجات زي كيرلي اوكي وكان ناشف جدا ومقصف وعندي تساقط شعر بالهبل اقسم بالله كنت اوقف امام المراي اعمل هيك هيك بالمشط وبيدي اطلع كمشة شعر اكون بدي ابكي اقول يا ربي مش معقول طب يعني ايش ضل بشعري مص شعري نزلي بيدي او مثلا بالمشط بالفرشاي وانا قاعد امشط احس ابا اباوي مليان شعر اشيل الشعر اللي بيها مليان من وقت ما استعملت هذا الشامبو من وقت ما التزمت بجيسوب الحمد لله عدد الشعر اللي بتساقط يعني بعدهم كثير كثير خف تقريبا تسعين بالمية الحمد لله خف تساقط شعري اوكي المنتجات هاي ساعدت لكن الشيء المهم الاكثر الارز هطلع جنانكم بالحلقة الارز ماء الارز خلطة وصفة الارز هاد هو الدمار الشامل هاد هو سرهم تخيلوا سرهم بالارز الفزلين خبرتكم بالحلقة الماضية عن فوادن البشرة ايضا دي الشعار كثير ممتاز لكن بليز صبايا شباب مش لانه رخيص مش لانه بيعطي لامعان حلو انكثر بنسبح بالفزلين مثلا لا لا بليز انتو فهمين موضوع غلط هاد بيه نسب الدهون كلش عالية بس اطراف الشعر ندهن حطوا نقطة صغيرة وفرقوها بيدكم لحسوا شعركم بس مش تتحمموا فيها تخبروني بشار الفزلين زبالي ليه كيف استعملتي خلصت علبة كاملة غصبا عن امه بدي يكون اسبالي نقطة صغيرة نفرك ايدنا نفرك شعرنا بنعطي لامعه ذات ست هاد مش شامبو هاد فيزلين يعني نقطة صغيرة بيعطيكم لامعان كلش وما تكثروا منو لانه هاد دهني بيخلي الشعر يفرز مواد دهنية اضعاف اضعاف ما بيفرزها ما تكثروا منو اوكي ف لكل خنفو شارية لكل خنفو شارية هذول هم بعض من اسرار نعومة شعر الكوريين كيف بيحصلوا على شعر ناعم شعر كثيف شعر بيلة معان روعة بصراحة انا عن تجربة بقلكم عفوا كل هال منتجات عفوها اوكي فيش نكسر لا اول منتج تجربوا هو الاروز ياس الاروز لازم تجربوا بعد الاروز هاد انتوا على الانترنت باي موقع عندكم يعني حاولوا اعملوا سيرش على ال اي موقع بصراحة يعني كل الموقع الا ما تلاقوا جيسوب اوكي سايوس بالكرياتين اهمشي دوروا على الكرياتين ما لقيتوا جيبوا اي منتج اي اي نوع ثاني ما يخالف بس اهمشي كرياتين ركزوا على الكرياتين اوكي انتوا هسا دوركم تنشتروا الفيديو على مود هال المنتجات لقوها عندكم الا الاروز ببيتكم موجود اوكي فبالنهاية كان معكم بارك بشيونج ديوبايو جلقايو ديوباي سايو